في عام 2017 تم إقرار الانتقال لتنفيذ رؤية المملكة واليابان 2030 وتأتي هذه الرؤية نتيجة لمحادثات تمت في إطار عمل بين الحكومتين يصمى المجموعة المشتركة من أجل رؤية السعودية واليابان والتي قرر تأسيسها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبيه في سبتمبر عام 2016 حيث تتعم مسيرة علاقات مميزة بدأت منذ أكثر من ستين عاما وشهدت على مر التاريخ نقلات نوعية تمخض عنها العديد من الاتفاقيات الثنائية والزيارات المتبادلة بين قادة ومسؤولي البلدين الصديقين حيث تطورت في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السعود حفظه الله لتصبح رؤية مستقبلية تهدف لتعزيز التعاون الثنائي الشامل بين البلدين في عدة مجالات أساسية كتعزيز فرص التجارة والاستثمار والتمويل والتطوير مجال الطاقة والصناعة والاهتمام ببناء القدرات والشركات المتوسطة وصغيرة الحجم وتفعيل الشراكة الثقافية والرياضية الدور السعودي يكمن في دعم المصدرين لرفع نسق المنافسة والترويج للخدمات والسلاع دوليا وكذلك رفع الحواجز التي تعيق تعاوننا من خلال حزمة استراتيجيات لتحزين كفاءة المناخ الاستثماري ولزيادة الوعي في مجال الصادرات والتطوير وفي وقت بلغ فيه حجم التبادل التجاري بين البلدين وفقا لتقرير الهيئة العامة للإحصاء قبل ثلاثة أعوام نحو 100 مليار و163 مليون ريال بنسبة صادرات بلغت 72 مليارا و342 مليون ريال ونسبة واردات تصل إلى 28 مليار ريال ولمكانة المملكة ودورها في دعم عجلة الاقتصاد العالمي كعضو في مجموعة العشرين وشريك انتجاري موثوق ارتفعت عدد المنشآت اليابانية المستثمرة في المملكة في الفترة الأخيرة إلى أكثر من 100 منشآة برعس مال تخطى حاجز 60 مليار ريال وتؤكد الأرقام السابقة أن المملكة تأتي ضمن أهم عشرة شركاء انتجاريين لليابان في متات اليابان كثالثة أكبر شريك تجاري للمملكة كما تحتل المملكة المرتبة الأولى في تزويد اليابان بالنفط الخامي ومشتقاته الذي يصل تقريبا إلى أكثر من ثلث إجمال واردات اليابان من النفط